من حضر موت ساحلها وواديها ومأرب وعدن ولحج تحتضن المكلة منافسات بطولة المحبة والسلام لأبطال أندية المحافظات المحررة للملاكمة ككرنفال رياضي هو الأول من نوعه برعاية وزير الشباب والرياضة نائف البكري ومحافظ حضر موت اللوافرج البحسني هذه البطولة التي ينظمها الاتحاد العام للملاكمة تشارك فيها سبعة أندية بأكثر من ثلاثين ملاكما من مختلف الأوزان كأول حدث رياضي ضمن المحافظات المحررة هذا طبعا فخر كبير لنا وشرف كبير لنا من نماذية المكلة تستطيع في هذه البطولة على مستوى الجمهورية وهذا يحكيص طبعا الأمن والاستقرار التي تعيشها هذه المحافظة بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بقوات النخبة أولادنا وبقيادة اللواء الركن الفريسة من البحسني بطولة هذه أنا أعتبرها بطولة تاريخية وستتكلم على كده أولا لأنه أول مرة تقام في محافظة حضر موت بطولة واستطعنا قلب الحلبة إلى محافظة حضر موت من عدن إلى حضر موت وهذه أول بطولة تعتبر بطولة تاريخية بهذا التنظيم فأنا أعتقد هي محسوبة محافظة حضر موت محسوبة كده المجلس المحلي محافظة حضر موت صالة الفقيد بن دغاري بنادي شعب حضر موت امتلأت بالجماهير الغفيرة من عشاق لعبة الملاقمة لتشجيع المتنافسين خلال جولات البطولة مما أضفى أجواء أشد حماسة في دليل واضح على أن جراحات الحروب تداويها الرياضة استهداف الشباب والعمل الغياضي هو عمل شيء نقول نحنه شيء جميل جدا وشيء راقي لأنك أنت تتبع للشباب عن ألقات عن أشياء أخرى كثيرة توعي الشباب بالعمل الغياضي هداف العمل الغياضي فائدة العمل الغياضي أن تشوف الجمهور الممتازة الفعاليات التي تقام ضمن المحافظات المحررة انطلقت بالأنشطة الرياضية وهي ستمثل حافزا للمشاركة في عدة مجالات منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لخلق تكامل بين أبناء الوطن بعد تحرير آخر شبر من التراب اليمني تثبت المناطق المحررة دعائم تحرورها بتنظيم قطولة من هذا النور وهي تعتبر مادرة ستفتح أفاق الرحبة تتجاوز جانب الرياضية في المستقبل المنظور معتزا نقيو لقناة يام الجباب المكلة ترجمة نانسي قنقر